وعلى قاعدة الأوراق المتداخلة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أعلن مرشح التحالف الثلاثير لأسة الحكومة جعفر الصدر بنود برنامجه لإدارة الدولة بدلاً من الانشغال فقط بتشكيل حكومة لا يتجاوز عمرها الأربع سنوات ويقوم برنامج الصدر وفق مقال نشره في صحيفة رسمية عن استقلال القرار العراقي والابتعاد عن سياسة المحاور والتخلي عن أي مرجعية دينية خارج العراق مشدداً على أن يكون البرنامج الحكومي واضحاً محدداً وعملياً وأن تتولى جهة معينة تطبيقه وتحمل مسؤوليته وعليه فأن خيار الأغلبية الوطنية هو الآلية الأنسب لنجاح البرنامج الحكومي وطريق الأمثل لإدارة الدولة وأكد الحاجة إلى حوار جاد بين جميع القوى المجتمعية لبلورة رؤى مشتركة ومتفق عليها لما تحتاجه البلاد مع حفظ الاختلافات بما لا يعرقل مسيرة بناء الدولة بوصفه لاستحقاق الأهم بدلاً من التمسك بمطالب فئوية ضيقة